اشتركوا في القناة 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 اللي مخلط معاه يعني ملعقة ديال الخل يعني اسمه الخلطة ملعقة ديال الخل غدي تديروها في طرو ديال الماء وغدي تزيدو معاه ربع ملعقة ديال البيكربونات السوديوم هاد الشي تطيونهم لمدة اربع ايام كنوا متأكدين ان هذا المحلول هذا راه غدي يفيهم جميع الامراض وخصكم تعرفوا ان هاد المضاد يعني عفوا مضاد السموم راه كين كيتباع في الفرماسيانات كيتباع هو مركز يعني هاد الخلطة اللي عطيتكم انا راه مخفافة غير هما كيديروه مركز وكيزيدو عليه بعض المواد الكيميائية تخيلوا ان الليتر ديالو كيدير ميتين درهم يعني هاك واحد السيد قال لي نجيبوه لك السير كومونت وانا يا سولتو شحال تمان ديالي كيدير ميتين درهم ولكن هاد الخلطة هادي راه هي هي الدواء اللي غادي يتعطيه لهم بميتين درهم راه هو هذا عندما ما كنتشوفوه يعني بأرخص الأثمينة اذا هاد الغاسل الكلوي خلاصة القول ملعقة كبيرة في لطر ديال الماء مع ربع ملعقة ديال بيكربونات السوديون تخلطهم لهم وتعطيهم لهم مباشرة هادشي مش يتخلط مع الماء هاد المحلول هاده مش يتخلط مع الماء لا يتعطى مباشرة ملعقة ليتر ديال الماء وربع ملعقة ديال بيكربونات السوديون يتخلط المحلول جيداً وتقاطعهم لهم لمدة أربع أيام غسول كلوي يعني مئة بالمئة وبالما تشريوا هذا المداد السموم رأي هذا كي تعتبر مداد سموم هاد الخلطة رأيه اللي كتتعطى في المداد السموم يعني الأصلي بطريقة مركزة أما انتم ما غتعطيه بطريقة مخفافة احنا المهم عندنا هو النتيجة إذن هذا الحلقة كانت تعتبرها هادية لأنها رأيها مجربة ومجربة حاولوا أنكم تديروها يعني كل شهر خليوا هادك الخل عندكم هادك البيكاربونات السوديوم رأيك كمية كبيرة يعني غادي تكفيكم بزاف ديال الشهور يعني الخل رأيك يكون فيه تقريبا نسف لتر ثم غايت تعطيهم غي ملعقة منه غادي تديروها مع لتر ديال الماء وبيكاربونات السوديوم رأيك تكون بزاف كمية كبيرة كذلك غادي تديرو ربع ملعقة يعني غير الراس ديال المعلقة غادي تديروهم مع ذيك الليتر ديال الماء اللي منخلط معه الملعقة ديال الخل وبقا وتعطيهم لمدة أربع أيام سوف أقطعهم عاو تاني الشهر الجاي عاو تاني يعطيهم لهم هاد شي رأي رأي يعني خسكم تتجربوه غادي تجاوبوني في الكومنتين ان شاء الله وما يكون غير خير يدن الحلقة ديالنا رأيها سهلات الناس لم يشاركوش معنا يشاركو معنا حلقة جميلة غادي بالدعم ديالكم ما تنسوناش بزير جام وتكيبوا على زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر